طبعاً هي ظاهرة وتتفاوت خطورتها كلنا على قناعة بأن الانضباط الداخلي هو العلاج الجذري انضباط ديني، انضباط سلوكي تربوي عالي ولكن كما تفضلتهم قد لا يكون عند البعض هذا الانضباط والسؤال ما هو الحل؟ الحل فيه أمور أولاً ترك هذه المهاترات وعدم الدخول في سجالاتها ومن أهم أساليب إماتة الشيء تركه التفائل السلبي المضاد يفاقم بل ويسهم في نشر تلك الثقافة الخاطئة القرآن الكريم يقول وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ ثانياً من المهم أن يكون هناك كما أشرنا كفاءة التشريعات مع فعاليتها طبعاً قد يكون هناك أسماء وهمية وهذه علاجها مثل ما سبق تركها وإماتتها وإذا حصل عليك جناية تستحق العقاب فيمكن الاستطلاع عنها من جهات الاختصاص ومن ثم مساءلتها أو الرفع عنها لإدارة تلك المنصات لشكايتها ولا شيء أفضل من تركها والإعراض عن لغوها ولغطها أبداً البعض يدخل في الصراع والصدام ثم يشتكي كيف تشتكي وأنت تتحمل جزءاً من المسئولية أنت جزء من المشكلة إذا كنت لا تريد الإساءة فابتعد عن أجوائها ثق أنه عندما يتم الصد عن هؤلاء فإنهم سيحدثون أنفسهم المتنمر وغيره من السلبيين لا يراهن إلا على الاحتكاك به البعض ربما يلجأ إلى اتهام الناس في دينهم أو انتماءاتهم وولاءاتهم هذا إن أمكن إيضاح الحقيقة بشأنه دون ضرر فلا بأس ولكن لابد أن يرفع للجهات المعنية ولا يكون مجالاً للسجال المتبادل بالتخوين ونحو ذلك الدين والوطن أكبر وأرفع من أن يكون مسرحاً للسجال السلبي ولا السيمة في خلافات خاصة وشخصية والجهات المعنية لديها القدرة على التعامل مع كل حالة عند الاقتضاء اشتركوا في القناة